اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من قبل مسيرات اسرائيلية تجاه مدرسة صلاح الدين للنازحين في حي الرمال الشمالية وافدت مصادر عن ارتقاء سبعة شهداء واصابة تسعة وخمسين اخرين وصلوا الى مستشفى غزة الاوروبية في خان يونس فيما ارتقى عشرات الشهداء في غارات سدفت نازحين ورجال من الدفاع المدني في شارع النفق ومنزل لال ابو خبيزة بجوار روضة براعم شمال مسجد القسام في النصيرات هذا وقالت وزارة الصحة في غزة ان 73 شهيدا و123 جريحا وصلوا الى مستشفى شهداء الاقصى خلال 24 ساعة الماضية وافد المدير الطبية في المستشفى ان بعض المرضى يموتون في قسم الطوارئ بسبب نقص غرف العناية المركزة وان الامراض بدأت تنتشر بين النزحين مثل التهابات الرئوية والطفح الجلدية هذا وكان مسؤول صحي قد اكد ان اكثر من 100 جثة داخل مستشفى كما العدوان لا يسمح الاحتلال بدفنها كشفت عائلة الاسير الفلسطيني وليدق البالغ من العمر 60 عاما والمعتقل منذ مارس من عام 1986 والمحكم بالسجن المؤبد كشفت عائلته ان الاحتلال تقله بشكل سري الى مشفى اسرائيلية في مدينة العفولة شمالي فلسطين المحتلة داعيتنا الجهات المعنية بضرورة العمل على تأمين زيارة عائلية وطبية طارئة له والعمل على الافراج الفوري عنه هذا وقالت زوجة الاسير سناء دقده بعد منعهم من التواصل مع زوجها منذ اكثر من شهرين علموا اليوم من خلال المحامية انه تم نقله بشكل سري منذ يوم الاحد الماضي الى المركز الطبي في مدينة العفولة محليا اعلن برنامج القذاء العالمي عن ايقاف احد انشطته في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشي الحوثي بسبب محدودية التمويل اضافة الى عراقيلة حوثية ادت الى عدم التوصل الى الاتفاق مع الحوثيين من اجل تنفيذ برنامج اصغر يتناسب مع المورد المتاحة للأسر الاشد ضعفا واحتياجا وقال برنامج انه خاض مفاوضات صعبة مع الحوثي لتخفيض عدد المستفيدين من خدمته بمقدار ثلاثة ملايين استمرت مدة عام كامل اضافة الى مفاوضات مع المنحين لكنها فشلت وادت الى ايقاف هذه المساعدات اذا هذا ما لدينا حتى الساعة في امدلها اشتركوا في القناة